رسمياً أسدل الستار على المسار القضائي لجريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبناني سابق رفيق الحريري العام 2005 مع وصول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى حكمها بالسجن المؤبد بحق القيادي في تنظيم حزب الله سليم عياش الاغتيال الذي غير وجه لبنان إلى الأبد بات له منفذ معروف وجهة مسلحة طرعاه فسليم عياش قيادي معروف في حزب الله الذي يعلن المرة تلو الأخرى رفضه تسليم عياش والمتهمين الآخرين الذين لم تكفي الأدلة لإدانتهم إلى المحكمة ووضعهم بمصاف القديسين بحسب ما قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله حرفياً قبل أعوام وإذا كانت خلاصة حكم المحكمة قد رست على توجيه أصبع الإدانة لقيادي واحد من مجموعة متهمي حزب الله الأربعة فإن متن الحكم جاء ليوفق الأبعاد السياسية لجريمة اغتيال الحريري وهو حدد بوضوح دوافع الجريمة السياسية وأصحاب المصلحة في ارتكابها سواء من جانب النظام السوري أو من جانب حزب الله الحكم أثار مجموعة ردود فعل أبرزها للرئيس سعد الحريري الذي جدد مطالبة حزب الله بتسليم عياش مؤكداً التمسك بتنفيذ العدالة وعدم التنازل عن حق الدم في حين رأى شقيقه بهاء الطامح إلى دخول المعترك السياسي أن من أولويات الحكومة العتيدة التي سيترأسها شقيقه أن تعمل على دحر المنظومة الحالية التي يقودها حزب الله محملاً الحزب مسؤولية عدم تسليم سليم عياش للعدالة